من بداية فصل الصيف وإحنا بنعاني من موجات حرارة متكررة وكتير من المتخصصين بيرجعوا السبب لزواهر التغيرات المناخية والتي تزامنت السنة دي مع ظاهرة اسمها النينو طبعاً نحن بنسمع أسماء ظاهر كتير اللي من دول النينو والنينة وأسماء غريبة كده لكن المشاهد ما يهموش يعرف اسم الظاهرة لكن اللي يهمو يعرفو الظاهرة دي التعمل إيه أنت سمعت نينة دي فيه هنقابلها دلوقتي خلونا نعرف إيه يا ظاهرة النينو دي وإيه أسبابها ده اللي هنعرفه من دكتور محمد مجدي عبدالوهاب أستاذ الأرصاد الجوائي بكلية العلوم جامعة القاهرة صباح الفل على حضرتك وأهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً صباح خير يا دورت صباح خير يا فنم أهلاً بحضرتك يعني إيه يا ظاهرة النينو دي وهل هي أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة الملحوظة ولو كلمنا عن أكتر المناطق يمكن متأثرة بالظاهرة دي هتكون إيه في سنة 1923 الصيادين في بلد اسمها الإكوادور الإكوادور دي تقرع على المحيط عند خط الاستواء الناس هناك عايشين على السمك وصنعت السمك راحوا يصطادوا السمك لقوا السمك كله ميت ابتدت الظاهرة دي تتكرر أن هم يشوفوا في بعض السنين لما بيلاقوا السمك بيلاقوا ميت اكتشفوا أن درجة حرارة المحيط أعلى من المتوسط فده بسبب في وفاة الأسماك أروا؟ مع حضرتك مع حضرتك تفضل طعاً فمن هنا بدأت أن هم يفكروا وخصوصاً أن ده كان بيحصل في شهر يناير وهم كاللغة الأسبانية كانوا بيسموا الطفل اللي بيولت في يناير نينيو يعني طفل بس نينيو أه الطفل بالضبط يعني بالضبط لا أكده بقيمة في نينيو فعلاً زي ما شاهز لي كان بيقول أه فالسنوات اللي فيها تجاه الحرارة بتاعة المحيط عالية نينيو بيس النينيو أجد حرارة لما بتعلى في المحيط بتغير من شكل الأمطار ولها زواهر مصاحبة يعني في السنين اللي فيها دركة الحرارة أقل من المتوسط بيسموها لانينيو وظاهرة لدركة الحرارة فيها أعلى بيسموه نينيو أوكي؟ مع حضرتك طيب إيه بقى إيه اللي بيحصل بقى اللي بيحصل إن نقدر في شهر يناير إن إحنا نعرف السلاتين فيها لا نينيو ولا نينيو خلينا نتكلم على حاجة مهمة جداً إن دلوقتي الزواهر دي موجودة من زي 1923 زي ما قلت لحضرتك جات علينا بقى دلوقتي التغيرات المناخية اللي ابتدت من 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 1980 أو 1986 بعدها ب50 سنة تقريباً الاحترار الحراري وزيادة نسبة غازات الاحتباس الحراري فأصبح العاملين اللي اتنين دول هما بيأثروا بشكل كتير جداً اللي هي النينو والنينة النينو والنينة وزاد عليهم بقى دلوقتي إن إحنا درجات الحرارة اللي بترتفع نتيجة الاحتباس الحلاري وزيادة غازات الاحتباس الحلاري في الكرة الأرضية عشان نفهم ده أكتر هنقول إيه هنقول إن مساحة البحار والمحيطات على الكرة الأرضية حوالي 73% وإحنا العالم كله عايش على 25% من المساحة الكرة الأرضية درجات الحرارة لما بترتفع على المحيطات بتسبب زواهر كتير جداً طلعاً زي ما قلت لحضراتك زواهر النينو والنينة اللي ظهرت 1923 قبل ما نبتدي نعرف إن فيه زيادة غازات الاحتباس الحراري فالظاهرة دي موجودة وإذا نزود عليها كمان فيها طريق حرارة الأرض أو الكرة الأرضية بنتيجة غازات الاحتباس الحراري فالعاملين اللي تنين دول دلوقتي دهما يجوا الاتنين مع بعض بيكون لهم تأثير شديد جداً لو جم لانينة حتقلل شوية من هذا التأثير طب التأثير ده بيعمل إيه؟ تأثير ده بيأصل لنا على فيضان النيل نحن فيه سنوات بنبقى متوقعين الفيضان يبقى عالي في سنوات اللانينة والعكس صحيح لأن زي ما قلت لحضرتك إن الأمطار بتعمل لها شفت وبتنزل على المحيط ما بتنزلش على الهضبة الأسوبية في السنين اللي فيها النينو طيب في إيه كمان ممكن نقوله نقول إن حضرتك حتى الأعصير حتى الأعصير والمدى تكرار الأعصير اللي هتحصل لأن الأعصير كلها وكل الموجات الحرارية كلها بتبتدي من على المحيط لأن المحيط هو دايماً بيبقى أسخل من الأرض بالحرارة النوعية بتاعة المحيطات أو بتاعة الميا أعلى فتحتفظ دايماً بالحرارة أكتر فتقدر تسبب حاجات فنبص نلاقي دلوقتي في العلوم الأرض للعالمة دلوقتي كلها حاجات متعلقة لدرجات حرارة البحار والمحيطات طيب د. محمد إيه المخاطر الصحية علينا سواء من الظاهرة دي أو من دي من النينو أو من النينو يا فندم طبعاً فيه خطورة طبعاً بس الخطورة على في التقص وعلى المناخ في دول بتتأثر أكتر مننا يعني مش إحنا مش إحنا أكثر الدول المتأثرة الدول اللي بتعيش قرب خط الأسواء مفهوم طبعاً أو قرب المحيطات بتكون أكثر تأثرة إحنا بنشوف مثلاً الأعصير اللي بتيجي على المغرب لأن المغرب تقع على المحيطات وأكثر تأثرت لكن بحيط اللي عام دلوقتي بنقدر نشوف أن العالم كله يعني اللي بيأثر على الصراع في منطقة بيأثر على المناطق أخرى اللي بيأثر على هديك مثال لحضرتك مصير بسيط جداً يعني درجة حرارة البحر المتوسط أثرت علينا؟ أه أثرت علينا بس أثرت علينا بالإيجاب إزاي؟ لأن كان زمان لو تتذكر حضرتك في فصل الربيع كان بيني المنخفضات الخمسينية وكان بتبقى طراب شوية لما ارتفعت درجة حرارة البحر المتوسط ابتدت هذه المنخفضات الخمسينية اللي كانت بتجبنانا الطراب في فصل الربيع أصبحت ما بيجيش على مصرية بتطلع درجة حرارة البحر المتوسط صحيح والحاجات الملاحظة فعلاً خلال الفترة الأخيرة وعملت أكثر للمنخفضات دي خليتها تروح على البحر قبل ما تيجي علينا صحيح والمهم كمان يتم رصد مثل هذه الظواهر والعمل على تقليل تأثيرها كل شكراً لحضرتك دكتور محمد مجدي عبدالوهاب أستاذ الأرصاد الجوية بكلية العلوم بجامعة القاهرة شكراً جزيلاً نفان